اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من التكوين ولغاية سفر الرؤية بعدنا نحن عم ندرس بسفر التكوين اللي هو سفر البدايات وصلنا في دراستنا للإصحاح 26 وختمنا مثل ما اللي عم يتابعنا في دراستنا في هذا البرنامج للكتاب ختمنا في الحلقة الماضية الإصحاح 25 واللي كان عم يحكي عن موت إبراهيم وولادة عيسو ويعقوب وكيف سمح الله أنه تكتب قصة بيع البكورية اللي كانت تعد عطية من الله لنفهم ليش اختار الله يعقوب وترك عيسو المستهتر ببكوريته واللي خسر بسبب ذلك الأمر البركة اللي كان ربنا عاطية لنسل هذا النسل المبارك في حلقتنا لهاليوم أختي الأحبة رح ندرس مع بعضنا بنعمة الرب أحداث الإصحاح 26 واللي بيحكي عن وداعة إسحاق وعن تعاملات الله معه وبركة الله لإسحاق لكن بعد الفاصل فابقوا معنا رجعنا لكم عن جديد أختي الأحبة حتى نتابع مع بعضنا دراسة الإصحاح أحداث الإصحاح 26 من سفر التكوين واللي بيحكي عن تعويضات الله لإسحاق وأيضا وداعة إسحاق التي ظهرت في وسط التجارب في هذا الإصحاح بالأعداد من 1 إلى 6 ويخبرنا الكتاب ويقول وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر اسكن في الأرض التي أقول لك تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك وأكسر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي فأقام إسحاق في جرار القارئ والذي يتأمل في سفر التكوين رح يشوف أنه أحداث هذا الإصحاح 26 تتشابه تماما مع الإصحاح 12 وأيضا 13 و14 من سفر التكوين في الإصحاح 12 وقت الدعاء الله إبراهيم أنه يتغرب ويخرج من أرضه ومن عشيرته من بيت أبيه إلى الأرض اللي عينه إله ومثل ما حدث مع إبراهيم أو في الأرض مع أيام إبراهيم حدث مجاعة حدث جوع يحدثه هنا أيضا مع إصحاق وكأنه الله سمح بهالتجربة الإصحاق اللي تربى في بيئة إيمانية وحمل في قلبه إيمان أبوه وأمه ليسبت إصحاق في الإيمان وينمو ويكون مثل أبوه مر إصحاق بذات التجربة اللي مر فيه أبوه إبراهيم كما حكينا اللي راح إلى مصر دون استشارة الله وكاد أنه يفقد زوجته لو لا تدخل الله أما إصحاق فيبدو يبدو أنه استشار الله اللي ظهر له وطلب منه أنه يسكن في الأرض اللي عينه إله الله بيقول وتغرب في الآية ثلاثة شو بيقوله؟ بيقوله وتغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك تغرب في هالأرض بمعنى أنه إن كنت تريد يا إصحاق أنه تختبر البركات وتشوف يد الله تعمل من حولك فلابد أنه تكون غريب عن سكان الأرض اللي أنت فيها ولا تشابههم وهذا تماما ما يوصينا فيه الكتاب في العهد الجديد بيقول برسالة روميا والإصحاح 12 آية جميلة بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم ليش؟ بيقول حتى تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فتغرب إصحاق أختي الأحبة هو درس لإلنا كلياتنا أنه نحن نكون في هذا العالم لكن لسنا جزء من هذا العالم تغرب إصحاق وأقر مثل إبراهيم أبو أيضا كقول الرسالة العبرانيين في الإصحاح 12 وقت اللي بيحكي عن أبطال الإيمان بيحكي عنهم بيقول كغرباء أو غرباء ونزلاء على الأرض ليش غرباء ونزلاء على الأرض؟ لأنه كان في زهن كان في فكر كان في قلب كان في إيمان لأنه كانوا منتظرين المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله والتغرب عن الأرض وعدم مشاكلة هذا الدهر هي دعوة لكل أبناء الله أختي الحبة درس نتعلمه كلنا لأنه إن كنا نعيش في العالم لكن لسنا من العالم أكيد رح تكلنا البركة مثل ما بارك الله إسحاق أيضا إسحاق تمتع بتجديد العهد الإلهي وظهور الله إله ليش؟ لأنه أطاع الله ولم ينطلق إلى مصر لكن بيقول الكتاب ذهب إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين واستقر في جرار ومثل ما شفنا في الإصحاح 20 من سفر التكوين قلنا أنه في تشابه بالأحداث بأنه أبي مالك اللي يعني اسمه أبي الملك ما هو اسم بقدر ما هو لقب لقب لمين؟ لقب لملك جرار أو فلسطين في هديك الوقت مثل ما كان مثلاً ملك مصر يلقب بفرعون وليش عم نقول هذا الكلام لأنه هذا الاسم بالذات إن كان أبي مالك وإن كان فرعون بيتكرر في أكتر من حادثة وفي تواريخ متباعدة عن بعضها مشان هيك ليس هو اسم إنما لقب بعدين بيخبرنا من الآيات سبعة لغاية إضعش ويقول وسأله أهل المكان يعني سأله إسحاق بعد ما استقر في أقام في جرار بيقول وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي نرجع نفس الغلطة اللي غلط فيها أبو بيرجع إسحاق أيضاً يكرر نفس الأمر فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته فدعى أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا لو لقليل لتجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا زنبا فأوصأ بمالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت حمل إسحاق شال معه نفس الضعف اللي كان عند أبوه وكرر نفس الخطأ وقت الخاف أنه يقتلوا أهل المكان من أجل امرأته رفقة سمها أو دعاها أخته ليش بيأخبرنا الكتاب لأنه كانت حسنة المنظر أختي الحبة إن كان الكتاب المقدس عم يبرز ضعفات الأبرار مثل إسحاق مثل ما إبراهيم قبله قبله أبوه بإسحاق بيظهر خوفه من أهل جرار وكذبوا عليهم من جهة زوجته فذلك لكي لا نيأس نحن لأنهم كلهم هدول الآباء الكبار عظيمين بالإيمان لكنهم بالأخير هن بشر مثل ما بيقول الكتاب المقدس تحت آلام مثلنا وحتى من ناحية أخرى يجعلنا حزيرين من كل ضعف أو خطية مثل ما يقول الكتاب في رسالة كورونتوس الأولى في رسالة كورونتوس الأولى بيقول الكتاب والإصحاح عشرة بيقول من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط وحتى من ناحية أخرى يبعث فينا الطمأنينة وعدم إدانة أحد لأنه لكل مؤمن ضعفاته مهما بلغت قداسته أيضا حتى يبرز الجوانب الطيبة اللي ممكن نشوفها حتى في الوسانيين مثل أبي مالك اللي اكتشف بأنه رفقة هي زوجة إصحاق ومنى أخته وخشي أنه حدا من الشعب يسقط في خطية أو في الاعتداء على زوجة إصحاق ويجلب على الشعب كله زند الأمر اللي بيخلينا نفتكر عميقا بهذا الموضوع وما نحتقر أحد من أخوتنا اللي عايشين حوالينا حتى لو كان وسني أو كان لا يعرف الله لأنه الله واضع في قلب كل إنسان أكيد هذه الشريعة الطبيعية الموجودة في قلب كل واحد فينا اللي بيعرف فيها الغلط أو الصح بعدين بيخبرنا بالآيات من 12 لغاية 18 يقول وزرها إصحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وبركه الرب فتعازم الرجل وكان يتزايد في التعازم حتى صار عظيما جدا فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا وقال أبي مالك لإصحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا فمضى إصحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك فعاد إصحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه بالرغم من ضعف إصحاق وخطأه إلا أنه بنشوف في هالآيات أنه الكتاب يعلن أن الله لم يمنع عنه البركة رغم ما أنه أخطأ رغم ما أنه كان ضعيف لكن الله لم يمنع عنه البركة بل بالعكس فعندما زرع إصحاق أو زرع إصحاق الأرض في تلك السنة بيخبرنا الكتاب ورغم وجود المجاعة بنشوف بركة الرب تظهر بأنه محصول إصحاق أصاب مئة ضعف غير الغنم والمواشي الكتيرة والعبيد أيضا الأمر اللي أثار سكان المنطقة ضدوا وحسدوا وخشيوا منه وخافوا لدرجة أنه بلشوا يعملوا تبدأ المشاكل بيناتهم كمان بتبرز بهالآيات أيضا أخلاقيات رائعة وفاضلة ظهرت في إصحاق فبنشوفه بوداع وديع لا يخاصم وهي صورة صورة أخرى جميلة لإصحاق رمزا للمسيح اللي يقول عنه الكتاب في متة 12 بيقول لا يخاصم طبعا أختي من إشعياء كان من نبوة إشعياء لا يخاصموا ولا يصيحوا ولا يسمعوا أحدهم في الشوارع صوته فرغم المخاصمة اللي حصلت من قبل الفلسطينيين اللي يردموا كل آبار أبيه بنشوف إصحاق بكل وداعة بيروح إلى مكان آخر ويعيد حفر الآبار مرة أخرى بكل تواضع و بكل وداعة و بكل سلام بودعته هاي هل وداعة بتشبه وداعة ذاكل كامل مثل ما حكينا قبل شوي الرب يسوع المسيح اللي قال عن نفسه تعلموا مني في متة إضاعش يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب هاي الآبار اللي ردمها الفلسطينيين كانت من حق إصحاق بمقتضى المعاهدة اللي صارت إذا بنتذكر مع بعضنا كمان كان صار بين إبراهيم وبين أبي مالك معاهدة في تكوين 21 فالآبار اللي كانت حفر عبيد إبراهيم من حق إصحاق تماما بمقتضى هاي المعاهدة بين إبراهيم أبيه وبين أبي مالك إلى أنه النزاع المستمر بين العالم خلينا نقول اللي لا يحتمل أنه يشوف نعمة الله في أبنائه بنشوفهم بيغطازوا وحاولوا هدم اللي بيعملوا الله وهذا اللي عناه تماما الرب يسوع المسيح في يوحنى 15 وقت اللي عم يخاطب تناميزه ومن خلاله اللي عم يخاطب كل المؤمنين بيقول لهم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك شو بيقول يبغضكم العالم أخوتي الأحبة خلوكن معنا بعد الفاصل حتى نتابع مع بعض أحداث هذا الأصحاح وكيف يعود أيضا إسحاق أنه يحفر الآبار مرة أخرى بكل تواضع وبكل وداعها ولا يقابل الشر بالشر لكن بكل تواضع وبكل سلام ينبش الآبار مرة أخرى لكن بعض الفاصل فابقوا معنا خبني معك نمشي سوى المشوار رجعنا عن جديد أخوتي الأحبة لنتابع القسم الأخير من أحداث الأصحاح 26 من سفر التكوين واللي رح يحكي هذا الجزء عن الوداع اللي تمتع فيها إسحاق في حفره للآبار مرة أخرى وكيف ربنا بيظهر لإسحاق وكيف بيعضضه بيساعده بيقوله لا تخاف لأني معك في الآيات من 19 لغاية 25 خبرنا الكتاب بيقول وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي فخصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها ستنة ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدعا اسمها رحبوت وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأسمرنا في الأرض ثم صعد من هناك إلى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك وأباركك وأكسر نسلك من جهة إبراهيم عبدي فبنى هناك مزبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا إذن بدأت المخاصمة وقت الفلسطينيين بلاشوا يردموا الأبار أو أبار إسحاق بعد ما شافوا بركة الله لأله كيف كترة غلاته نمت مواشية طبعا فخاف ملك جرار منه وخاف أنه يسيطر إسحاق على المنطقة فبيروح اللي عنده بيقل له ابعد من أرضنا روح ابعده من أرضه قبل أنه يصير إسحاق أقوى منه فما كان من إسحاق إلا أنه يترك المكان متوخيا السلام تماما مثل ما فعل أبو إبراهيم مع لوط في تكوين 13 وقت قال له هاي الأرض كلها أمامك يا لوط اختار فإذا اخترت شمالا أذهب ويمينا اخترت شرق أروح غرب وكمان بتفرجينا هاي الآيات بتفرجينا حفر ثلاث آبار في هالآيات اللي قرأناها قبل شوي الأولى دعية عسق أو منازعة ليش؟ لأنه بيقول تنازع عليها رعاة جرار مع رعاة إسحاق فترك إسحاق لرعاة جرار والتانية سماها أو اسمها سطنة أي خصام ليش؟ لأنه خاصموا الفلسطينيين أيضا في البقرين الأولين بنشوف موقف إسحاق الوديع مشان هيك تجي اسم البقر الثالثة واللي لم يحدث عليها شجار باسم رحبوت ليش؟ لأنه الله بيقول إسحاق أرحب علينا الله أرحب على إسحاق اللي تصرف بوداعة ولم يواجه الشر بالشر فأعطاه الله مكانا رحبا ومتسعا وجاد علي بالبركات بغير نزاع بعدين بينطلق إسحاق إلى بئر بيسميه الكتاب بئر سبع اللي كانت على إيام إبراهيم أبوه هنيك بيظهر له الله وبيجدد الوعد معه وبيوعده مثل ما وعد إبراهيم بالبركة قبل فيكسر أبناءه ورح تنمو مواشيه وتتوافر غلاله كل آياتها في الآيات من 26 لغاية 35 يعني لغاية آخر الإصحاح بتخبرنا أنه أبي مالك راح لعند إسحاق بعد ما شفنا أنه في المرة الأولى راح لعنده لإبعد عنه لكن هون بيخبرنا أنه أبي مالك ملك جرار راح لعنده وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزاته من أصحابه وفي كل رئيس جيشه فقال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغطموني وصرفتموني من عندكم فقالوا إننا قد رأينا أن الرب معك فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام أنت الآن مبارك الرب فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء فدعاها شبعة لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم ولما كان عيسو ابن أربعين سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بيري الحسي وبسم ابنة إيلون الحسي فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة بتخبرنا هالآيات مثل ما حكينا عن أبي مالك اللي تأكد تماماً أنه إسحاق هو مبارك الرب حسده في الماضي مثل ما حكينا وطرده من أرضه بعدين خاف منه بالحاضر بمشوفه بيجي حتى لأنه وقت الشاف الموازين موازين القوة تنقلب لصالح إسحاق خاف منه ورجع إراضيه وأخيراً طلب منه أنه يقيم عهد معه وإسحاق عمل مثل ما أو عمل العهد مثل ما عمل أبوه أيضاً إبراهيم القبل بالتكوين 21 عهد مع أبي مالك اللي كان مالك في زمن أبو إبراهيم وهيك تتحقق أو تتحقق خلينا نقول وعود الله اللي بيعطي نعمة لأولاده في أعين الجميع لأن الكتاب بش يقول أخوتي الحباء كتاب في سفر الأمثال يقول إذا أرضت الرب طرق إنسان يقول جعل أعدائه أيضاً يسالمونه قابل إسحاق قابل إسحاق مبادرة أبي مالك والوفد اللي معه بالحب أكيد بالسلامة أكيد وصنع لهم ضيافة وليمة وأكرمهم بعد ما أقام معهم ميثاق ميثاق صلح ومحبة وسلام أخيراً هذا الإسحاح اللي بدأ بمجاعة بنشوفه بينتهي بالشبع مع البئر اللي فاضت بالمياه وأسمها إسحاق بشبع لكن مع الأسف رغم كل هالبركات بيختتم هذا الإسحاح بيعيسه اللي تزوج امرأتين حسيتين يعني وسنيتين فكان تصرفه هذا سبب مرارة بيقول كتاب لإسحاق ولرفقة لوالديه ليش سبب مرارة لأنه لو نتذكر أختي الأحبة أنه إبراهيم وقت الأراد أنه يزوج إسحاق بعت كبير بيته وعبيده إلى أرض آباءه حتى يجلب رفقة له زوجه وما راد يزوجه من الناس الوسنيين اللي ما بيعرفوا الله اللي عم بيعيشوا معهم هون عيسو بتصرفه هذا كسر وصية أبو وتصرف بحسب رغبته الخاصة لأنه مثل ما حكينا إبراهيم كان قد نبه خدمه ألا يأخذ لإسحاق ابنه من بنات الكنعانيين بينما نشوف عيسو هون عم يكسر الوصية ويعمل هذا الأمر بالأخير شو نحن ناطرين من رجل باع بكوريته بصحن من الطهام بصحن من عدس ألا يبيع شريعة الله ووصية أبوه ويتصرف بحسب رغبته الخاصة أعتقد أختي الحبة أنه بعد هذا الأمر ما رح يتأسف القارئ اللي بيقرأ وما رح يقول أنه هذا الظلم ما رح يتأسف القارئ عليه ولا رح يتحسر مع عيسو على الشيء اللي صار رح يصير معه لأنه لأنه رفض شريعة الله المرة تلو الأخرى ورفض أنه يكون ينايل هاي البكورية اللي هي نعمة وعطية من الله أختي الأحبة بهيك بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لها اليوم واللي درسنا فيها هذا الإصحاح اللي تكلم عن معاملات الله مع إصحاق اللي تصرف بكل وداعة رغم كل التجارب اللي مر فيها تابعونا في الحلقة القادمة من برنامج خدني معك حتى ندرس مع بعضنا أختي الأحبة أحداث الإصحاح 27 من سفر التكوين وإلى أن ألقاكم ربنا معكم خدني معك نمشي سوى المشوار اقرأ وفتش بين صفحات كتابات اشتركوا في القناة